اشتركوا في القناة لقم خمسين لسنة الفين وخمسة عشر بانشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي النصان الاتيان المادة الاولى تنشأ لجنة تسمى لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي يشار اليها في هذا القرار بكلمة اللجنة تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية قوة دفاع البحرين وزارة الداخلية الحرس الوطني جهاز المخابرات الوطني ادارة الترخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهيئة تنظيم الاتصالات ادارة الشؤون التقنية والعمليات بهيئة تنظيم الاتصالات ادارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وزارة شؤون الاعلام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعلى كل جهة من الجهات المشاري إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة على أن لا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة المادة الثالثة تعد اللجنة هي الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 والمسؤولة عن أعداد وإدارة الخطة الوطنية للترددات والتنسيق الشامل للترددات في البحرين ولها على الأخص القيام بالآتي أولا تنسيق متطلبات الطيف الترددي في أعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوضع السياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة ثانيا تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي ويشمل ذلك الجهات المسؤولة عن الدفاع والأمن الوطنية ثالثا دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي رابعا الوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولية خامسا تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جليليو وجي بي اس سادسا تسهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليميا وعالميا لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها سابعا دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف الترددية ثامنا المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعالمية المعنية بالطيف الترددي وذلك بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك